موسيقى جذور التربية مرة ولكن ثمارها حلوة إن أحسننا هذه المهمة الصعبة مثل خير وموضوعات جديدة نفتحها اليوم في سلفي لنضيء جانبا من جوانب النفس ونتعرف على مشاكل الأهل التي يواجهونها بسبب صعوبة تصرف أطفالهم أو أولادهم أهلا وسهلا فيكم أنا الدكتورة رسل النعامي فكونوا معنا من عنوين أمسيتنا كيف تتعاملين مع الطفل اللحوح كثير الطلبات الطفل المرفه كيف يتحمل المسؤولية عندما يصير رجلا محبة وتسامح مع الدكتورة الفنانة رانيا شعبان رانين النعامي صبي يتحدث مرض السرطان موضوعات غنية أبقوا معنا نتوقف في فقرة فظفظة عند موضوع متاعب الأمهات من الطفل اللحوح كثير الطلبات وكيفية التعامل معه كثيرا ما يواجه الأهل مشكلة في تربية أبنائهم وهي مقارنة الإبن نفسه مع زملائه في المصروف وإحساسه بالتفاوت بينه وبين رفقاءه أو رفاقه وربما الشعور بالنقص وهو ما يجعله يلح في الطلبات ليقلد رفاقه فيشكل هذا عبءا على الأهل وهنا نطرح سؤالا ما دور التربية في إقناعه بأنه ليس أقل من غيره وأن هناك فروق بالدخل بين أسرى وأخرى وهل يشكل عدم وجارات الصحبة في المصروف حالة غيرة ونفور بين الأصدقاء أسألنا نفتحها مع ضيوفنا المستشارة الأسرية عبير السويدي رئيس مجلس إدارة الإبداع للاستشارات الإدارية والصحفي أحمد يحيى فأهلا وسهلا فيكم معادي اليوم مشاهدينا بداية نتابع هذا التقرير ثم نعود لمناقشة الموضوع لا مش نسبة توجود أكيد بكون الأهل شوية حربينهم من شي بكونوا بكونوا محربين من شي بتعاودوا الأولاد على إذا كانوا الأهل كل شي واضحين عندهم أهم شي الأهل كونوا مراحين للولد الولد ما بيعرفش هالشي بده يأخذ كل شي أجل هايك السبب الوحيد أنه بقول أنه لازم الولد يدنعط على كل شي بس بحدود محيان لا والله صراحة هلا ممكن يكون غيري ممكن يكون أنه هو عنده غيري من شخص معين حتى لي يفرجيه أنه هو بيقدر يعمل شي ممكن أنه يسرق أي شي بس أنه مش يثبت للوجود لا أو بتكون عنده خسلة أنه ياخد أي شي غرض مش لإله إذا كان فيه تأثير من البيت فهيطر يعمل كده عشان يثبت بيته التأثير من الولدين أكتر ممكن من مجتمع مدرسة متطهد حسس نوم متطهد عشان كده بيحاول يلقى لأي أسلوب يحاول يثبت بي زيته هذا الشي غلط طبعاً مو ضروري أنه يحاول يثبت وجوده أنه يسرق من أصحابه ولا من أهله بخصوص الأطفال يعني يمكن طبعاً يمكن أهلهم ما يرقبوهم أو يمكن مثلاً يتيم في عصاة هذا هو يسرق بعد أن تابعنا التقرير وجدنا أن هناك رأى متناقضة حول سلوك الطفل اللحوح وردود أفعال الأهل أستاذ عبير بداية عرفيننا شو يعني طفل اللحوح الطفل اللحوح أولاً هو نحن نقول عنه طفل عنيد لكن اللعند هذا اعتبره يعني عند صفة مكتسبة والصفة هذه يكون مكتسبة من بيئة الطفل النفس من وين ما هو طأناء يعني مولود فإذا كانت بيئته فيها الحاح ويقلد أخوانه أو خواته بتلاقينا الطفل اللحوح معه مع الشخص المقابل له سواء مع أمه أبوه أخوانه أخواته وين ما يلاقي أنه يقدر يتحكم بيهم بالإلحاح أستاذ هل تعتبر هذا الشيء أو الإلحاح هو أمر طبعاً أم هو تربية نفس ما ذكرت الأستاذ عبير بأنه أمر مكتسب هو عادة صفات أي طفل بتكون مكتسبة من البيئة اللحو موجود فيها نعم فبالتالي غالباً مش هتكون شيء هو يعني في تكوينه الشخصي أكتر من هو يكون شايفه من البيئة اللحو عايش فيها نعم من إخوانه ومن والديه فبتكون في القطار ده مش أكتر يعني نعم إذن هل هو طبع أم تربية لا يعني من التربية نقدر نقول نعم هل رفقاء مثل إذا كان رفيق هذا الولد رفيق مثل غني هل هذا شيء أثر على طريقة طلب الطفل لشيء يبي هو يعتمد على شخصية الطفل نفسه نعم فلنفترض أن الشخص الطفل نفسه متربي على أنه يكون قنوع لو شو ما كانت جداما أنا مقتنع باللي عندي لكن إذا كانت شخصية أنه يبغي من كل حد شيء فاللي بيتوفه غني يبغي قلده فقير يبغي يبتعد عنه على حسب شخصية الطفل نفسه وين ما تربي نعم هل وسائل الإعلام لها أثر في تعزيز هذا الشيء في الطفل وسائل الإعلام زيها زي أي نقدر نقول تأثير خارجي آخر لكن أنا أعتقد أنه في الأول وفي الآخر هي مسألة التربية هي الأساس بمعنى أنه نقدر نقول أنه هو الطفل لو فيه صفة هو غالبا مكتسبها من الحوالية لكن عمرة ما تكون وسيلة الإعلام هي مأثرة فيه خصوصا في صفة زي صفة قصرة الإلحاح نحن نتكلم الآن عن الإلحاح المادي يعني مثلا الطفل يريد يطلب شيء مثلا فيشوف الإعلانات ومثلا تغري الإعلانات فممكن أن هذا الشيء يسبب في إلحاح الطلب من أهل أنه يريد هذا الشيء أكيد طبعا ما تعتقد أنه الشيء لأفر أعتقد وخصوصا في ظل وجود المغريات الكثيرة اللي موجودة في مجتمعاتنا حاليا نحن كبار صارت تغرينا الإعلانات لا لا وفي الإطار دايب طبعا في ظل المغريات اللي موجودة حاليا والتقليد كمان الأطفال لبعضهم البعض ده طبعا بيشكل عامل كبير جدا في قصرة إلحاح الطفل وتأكيده على طلب معين هو محتاجه ودايما بيطلبه يعني أكيد صحيح أستاذة كيف ممكن نحن نرفع الوعي في أطفالنا ونفهمهم بأن دخل الدخل المادي بين أسره وأسره ثانية يختلف خصوصا أنهم أطفال يمكن هذا شيء ما يهمهم كثير ما يهمهم تلبية الطلب شوفي هو يعتمد فئات العمرية يعني فرضا من عمره السنة للثلاث سنوات الطفل ما رح يقول لك مثلا لا أنا ما بتقول تعطيني يا لا هو بيتحكم بالعصبية وبيدق في الأرض لو كنت في نص السوق فبالتالي أنت ما رح تقول لي لا كاخ لا مايستوي هو يأن بتعبير ويهت تقول لي لا لا فيأخذ نعرف هذه أكشن لا وبالتالي ما رح يكرر معاك أما من بين ثلاث سنوات وخمس سنوات وست سنوات يفهم كلمة لا كيف فبالتالي لما أنت تقول لي نحن داخلنا السوق هذه العشر دراهم في أديك اللي تبغي بهالحدود هو رح يأخذ قرارة بنفسه أنا عندي مبلغ معين أتحكم الأغراض لأبيها أذا تعطي الثقة وتحملي مسؤولية في صرف هذا المبلغ فبالتالي بقراءة هو خياري بيكون أن يأخذ قد المبلغ اللي هي العشر دراهم أو أن الطابع اللي عنده يقول أوكي أنا ما بلعشر خضيها بختار شيء مفيد لي أنت تتحكمين فيه نعم إذن هذه طريقة ممكن التعامل فيها مع الطفل اللحوع في هذا الشيء سيد أحمد تعتقد لو نحن دربنا الأطفال على مساعدة الفقراء وفتحنا لهم المجال لهذه الأعمال الإنسانية هل هذا الشيء ممكن يبني في نفسيته القدرة على تقبل مثلاً أنه ما يحصل على كل شيء أو إدارة الأموال أو مثل هذه الأمور بالتأكيد طبعاً مثل هذه الأمور بتكون لها تأثير في تشكيل شخصية الطفل بشكل كبير جداً وخصوصاً في مسألة نقدر نقول العطاء بشكل عام أو الأعمال الخيرية دي كلها وسائل بتعيد تشكيل وصياغ التفكير حتى الأطفال يعني نقدر نقول أن الأطفال بالتدريب بالتعويض نقدر نفاهمهم نقدر نقول صفات إيجابية جديدة ويعني نقدر نحكي كمان أن الطفل في عمر صغير بشكل كبير مش قادر يحكم أو يقرر يعني إيه عمل العطاء أو مساعدة فقراء أو شيء ده بيجي طبعاً بالتدريب من خلال نقدر نقول الأسرة برضو من خلال المدرسة كلها وسائل بتشكل شخصية بتاعت الطفل بشكل عام لو حصل أن الطفل بدأ تدرجياً يدرج ده دي بتكون يعني لها تأثير إيجابي كبير جداً جداً مش بس على الطفل حتى على المجتمع على المجتمع طبعاً لو تخيلنا أغلب الأطفال يفكرون بها الطريقة أكيد طبعاً وبعدين دي فيها نوع من العدوى بس العدوى الإيجابية صحيح يعني هو في المدرسة بيكون في المجتمع الأسرة يصبح الأصدقاء يقلدو بزارة يكون قدوى نعم أستاذة كيف ممكن نحن نشغل أطفالنا بحيث أنهم ما يهتمون بهذه المظاهر يعني نحن الأشياء المادي هذه تعتبر من المظاهر البعيدة عن الجوهر الإنساني خلنا أقول فكيف ممكن نحن نشغلهم بطريقة إيجابية يا أنه ممكن هي فيه كذا خيار على حسب مستوى العائلة في مستويات ممكن المستوى اللي نقول مستوىهم المادياً أعلى نحن نخليهم يتشاركون بموادارات مثلاً زيارة دار المسنين مع عائلاتهم أن من عندهم يعودون الطفل من مصروفك ادخلوا وتبرع أو تطوع وتوقف معه أما الأطفال اللي نقول دون المستوى يعني أن من أدواتهم اللي في البيت يعتمدون إعادة تدوير ويعلمون أصدقائهم بالتالي هم يكونوا قدوة نعم هل ممكن مثلاً الأم أو الأب يعني الوالدين يقرون أنواع قصص محددة للأطفال تنمي فيهم هذه الروح الإنسانية وروح العطاء وتبعد عنهم النظر إلى هذه الماديات بالطبع طبع يعني زي ما نحن نتفاقل أنه أي وسيلة إيجابية تقدر تفيد الطفل وإعطاءه صفة إيجابية جديدة ده شيء محبب ومحق يعني يعطبر جيد لو هنتكلم على مسألة القصص ده اتجاه برضو نقدر نضيف عليه لو الأمثلة والنماذج اللي حنا ممكن نشوفها في الشارع في أي مكان نقدر ناخد منه قيمة إيجابية نقدر نعلم حتى أفلام الكرتون يمكن بعد لها تأثير بزرط بزرطة أفلام الكرتون عدوى بين الأخوان يعني هل نشوف واحد من الأطفال لحوح في الجانب المادي أم كل إخوانا يكونوا نفس الطبع لا أصابعت إيديت مبنفس تختلف حتى لو كانوا عايشين في نفس البيت ونفس الهن ربهم يعتمد على طريقة الأم أو الأب بالتعامل مع هذا الطفل وتوفيه في أي فئة عمرية يعني لا تقارنين اللي آخر عنقود مع البتر حتى الظروف العائلية اللي يمرون فيها يمكن لها تأثير صح ولا لا نعم واحتياجات الطفل كمان حسب عمره تختلف برضو من طفل آخر طفل عنده ثلاث سنين غير عنده عشر سنين وأكتر صحيح فبالتالي احتياجه المادة برضو بيختلف نعم لو نبي منك نصيحة أخيرة للاعلام عشان نساعد الأطفال في أن يتجون اتجاهه إيجابي دائما الأب والأم أنا بشوف أنه هم الهدف الرئيسي اللي إحنا ممكن نتجاهله بحيث أنهما أي شيء إيجابي أي قيمة إيجابية يزرعوها في الطفل وفي أنفسهم من سن مبكر بيتفيد كثير جدا جدا بعدين ودايما نستخدم التمثيل الإيجابي من المجتمع اللي حوالينا إن كان في أشياء مواقف نفس يعني أي شيء في الاتجاه دو نعم نركز الانتباه عليه عشان يترسخ فيهم أيوة بالضبط نعم نعم أستاذ نصيحة أخيرة أنا ما راح أطلع بعيد عن أستاذي لكن أتمنى من كل أم وأب يزرعون الثقة في الطفل يعطون شوي يفوضون بعض المسئوليات من الأم والأب لأن الأم في النهاية تشوف الطفل لو وصل حتى عمره 30 صحيح هو طفل وفي نظرها الطفل ما يعرف الصح من الغلط صحيح تفضل شوي مسئوليات تتعلمها يعني تخليه أنه هو يكون مكان الأب والأم ويشوف التصرف اللغور لو بدل من جهته شو كان يكون عليه طبعا أخيرا نقول بأن نحن حاليا عايشين في عصر منفتح جدا وتفكير الأطفال هو مبنى في تفكير النانس أول زادت العروض والإعلانات وهذه الأمور فعلينا أن نتفهم هذا الشي ونوجههم اتجاه إيجابي أشكر توجدكم اليوم معنا وشكرا على كل المعلومات شكرا مشاهدينا خليكم معنا في فقرة للرجال فقط أهلا فيكم من جديد في فقرة مخصصة للرجال فقط يقولون من شب على شيء شاب عليه ويمكن لا غالبا ما يكون الزوج المدلل المرفه هو نتاج تربية غير سليمة خاصة من أمه التي تبالغ في تدليلها الزائد له وأغداق الحب والحنان عليه بدون حساب لا ننكر أن جميع الأمهات يحببن أبنائهم ولكن الترف الزائد ألا يجعل من الطفل رجلا غير مسؤولا ويكون عبئا على زوجته طلباته تجاب يأمر فيطاع لا يتحمل المسؤولية بأي شكل من الأشكال ولأن الزوجة لها قوة احتمال قد تنفذ مع الزوج المدلل وينهار المنزل كيف تتعامل الزوجة مع الرجل المدلل وكيف يعمل على الانتقال من جانب اللامبالات إلى جانب تحمل المسؤولية والمشاركة فيها حول هذا الموضوع رحبوا معي بالسيد حسين الجوهري تربوي ومستشار تنمية بشرية حياتي الله يبارك فيك الله يعطيك العافية استاذ حسين في البداية حابنا نعرف ما هو دور التربية في أن ينشئ شخصية غير مسؤولة والله التربية لها دور كبير في إنشاء الإنسان شخصية غير مسؤولة لكن قبل أن نبدأ بدور التربية نعرف تحديد الشخصية الغير مسؤولة أو غير المسؤولة مثل كما يقولون باللغة العربية أنا أتوقع الشخصية الغير مسؤولة تبدأ بسن من سنتين إلى سبع سنوات بالنسبة للطفل هذه السنتين إلى سبع سنوات نبدأ بالطفل بتكوين جميع القيم وجميع المفاهيم وجميع المرادفات التي نريدها نغرسها في هذا الطفل من بعد السبع سنوات نحن كأب أو أنا كأب أو أنت كأم أنا أنمي هذه الجوانب وبالتالي لو رجعنا إلى البيئة بعض الأباء وبعض الأمهات يولدون في أبناهم من الحب كما يقولون ومن الحب ما قتل يغرسون في أبنائهم بعض المفاهيم حتى الولد يتربى من الخوف عليه يتربى على مفاهيم غير مسؤولة يعني على سبيل المثال قد يكون والله لا ابني أنا مش عايزة خليه يروح البقالة ابني مش عايزة خليه يروح السوبر ماركت ابني أخاف يخرج برع بالحي لأنه أخاف عليه من أولاد الجيران هذه المفاهيم تترسخ في اللاوعي بالنسبة للطفل فتكون جزء من سلوكه مع مرور الوقت لما يكبر الطفل تكبر مع هذه المفاهيم إلى أن يوصل إلى درجة أو إلى عمره 15 سنة إلى عمره 18 سنة وهي مرحلة البلوغ ومرحلة المراهقة فإذا ما صححنا هذه المفاهيم أكيد رح تبقى مع التربية أو الغير مسؤولة والشخصية الغير مسؤولة في هذا الجانب وهني يأتي دور من؟ دور الأم والأب يعني في واقعنا الحالي لما نعقد مقارنة بين زمن وزمن زمن مضى وزمن حالي الآن توصل التربية الأم والأب إلى التربية غير مسؤولة لغاية ما يوصل للولد عمره 22 ويتخرج من الجامعة ولسه هو قاعد يطالح ما زال أبنا صغير ونحن نخاف عليه فلما يدخل فيه معترك الحياة إسقاطات التربية اللي كان يعيشها في بيته يعكسها على حياته إذا تزوج يعكسها على حياته إذا عمل يعكسها على حياته وبالتالي إسقاطات التربية إذن هي تبدأ من الطفولة طبعاً تبدأ من الطفولة وتبدأ من العمر سنتين بالتحديد في بعض المفاهيم والنظرية تقولها إلى أن يصبح زوج لذا أوقات في بعض الأبناء إذا كبروا إذا كبروا حتى إذا تزوج يقعد المستشار الخاص عند أمه وأمه دائماً كل ما كبروا الولد وحتى لو تزوج أمه ترى في نظرها ما زال صغير فهنا تبدأ المفاهيم الغير مسؤولة في حال إذا كانت التربية فيها نوع من الخطأ ومن الخوف ومن الحب والدلال الذي أكثر من لازم تستمر مع هذا الشخص حتى يكبر يعني إلى أن يكبر كم الله يريد له من العمر طبعاً أستاذ أنت الآن وضحت شيء وضحت بأن الدلال هو مبمفهوم يقصد به الدلال المادي فقط وإنما الدلال النفسي دلال تكوين الشخصية وكل الأمور هذه هل الشخص المدلل فعلاً هو إنسان غير مسؤول؟ لا ليس شرط تعتمد على شخصيتي أنا أعطيش معلومة في الأندلس درستي في مجال الشريعة بالفقه الأندلسي والفقه المالكي شوفي كيف الفقه الإسلامي فقه جداً عظيم علماء الموالك في دول المغرب العربي هم العلامة المالكية كانوا يقولون أن المرأة الشريفة يسمونها الشريفة مقصود بالشريفة المدللة من حقها أنها ترفض إرضاء ابنها حتى تحافظ على رشاقتها وتحافظ على تكوينها الجسم هذه المدللة وبالتالي ليس شرط كل تدليل أن يكون شو؟ أن يكون فيه سلوء سيء فيه شخص مما تولد بأسرة أرستقراطية في أسرة أسرة غنية ومال ذلك هذا الشخص ولد مدلل لكن تربيتها جداً ممتازة هل كل طفل ولد في أسرة مدللة معناها سلوكه غير جيد ليس الله لذا في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام إن من عبادي لا يصلحه إلا الغناء هو الله خلقه يكون غني ولو أفقرته لكفر وإن من عبادي لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لكفر إذا أوقات لو تعكسينها يأتيش الشخص الفقير إذا تربي إلى مادة مرة وحدة لا يتحمل يمكن أن يسلم علينا خليه يتمتع بالحقي يقول أنا فقير وصد غني فهنا هي القضية أختي الكريمة هي قضية نسبية وليست شرطية أن كل طفل مدلل يبتعد عن المسؤولية وإلا خلاص اخترى بالكون يعني اختل توازن الكون في هذا المجال نعم إذا لنفهمه من حضرتك بأن الدلال في جانب إيجابي وفي جانب سلبي إذا ممكن توضح لنا الجانب الإيجابي منه والجانب السلبي منه دكتورة الكريمة تريدين في مرحلة معينة مرحلة الزوج نحن نتكلم مرحلة الزوج نعم إذا انتقلنا أنا بدأت بمرحلة الطفولة ننتقل أوقات مرحلة الزوج يعني أنا كلمش كزوج الآن وكأب طبعا أنا أتمنى أن زوج تيدللني هذا دلال وأتمنى إذا كنت مدلل في بيتي أتمنى أن يستمر هذا الدلال إلى ما بعد وين ما بعد الزواج هذه قضية جدا ممتازة لو كنت أنا في البيت مش مدلل في تربيتي وتزوجت أحب الدلال ولا لا أحب الدلال أيضا أحب الدلال إذا نتفق على مفهوم على كونسبت معين أن الدلال أو دلال الزوج هي قضية فطرية يحبها الزوج لكن وين الإشكالية الإشكالية أنك أنت تعكس إسقاطات البيئة السابقة أو العمر السابق اللي عشته في بيتك دلال الأم ودلال الأب تعكسه أن الزوجة يجب أن تدلع كدلال الأم والأب وهنا خطأ حتى خطأ نفسي يختلف يختلف جدا 180 درجة دلال الأم غير ودلال الزوجة غير دلال الأم من الخوف على أبنها دلال الزوجة من الحب للزوج وفي فرق بين الحب والخوف معي يا أختي الكريمة هذا جانب إيجابي فالزوج إذا أراد من زوجته أن تدلله كدلال أمه في الحالة يتحول هذا الدلال إلى خوف عليه لكن إذا أراد أن تدلله كدلال الزوجة يتحول هذا الدلال إلى حب وعدين يقول الله يخليك قليني كلمة حلوة الله يخليك دلليني هذه نقطة جدا مهمة وفي نقطة ثانية في الدلال وهذه دراسة نفسية في إدارة المشاعر الزوج كلما كبرت بالعمر أصبحت طفلا والمرأة كلما كبرت بالعمر أصبحت أم فمن يحتاج إلى من؟ الرجل يحتاج إلى المرأة وبالتالي الأم يجب أن تدلل ماذا؟ أن تدلل زوجها لكن المقصود في الدلال هنا الدلال الإيجابي المتوازن هذا الدلال الإيجابي الدلال السلبي الدلال السلبي سيدتي أني أنا أفقد شخصية الطرف الآخر الأنانية هذا دلال سلبي الغيرة دلال سلبي يعني لو زوجتي ما أعطتني ما أريد أنا زعلت لو زوجتي قلت لها قالت لي حسين أنت غلطان تقول أنا أزعل هذا الدلال سلبي يعني أرفض أي نقد من الآخر ولو كانت زوجتي لأنني أنا عشت في بيت عشت بيت مدلل عشت في بيت كل أوامري مطاعة كأني شبيك لبيك وبالتالي أأتي بانتقال من حالة إلى حالة من واقع إلى واقع فأجر معاي هذا الحمل الثقيل لي هذا دلال سلبي لأن زوجتك أيضا تربت في بيئة ليس نفس البيئة التي تربيت فيها حتى أنماط البشر تختلف وأنماط الشخصيات تختلف وبالتالي النمط السلبي في قضية الدلال أنني أنا أرفض أي نقد يمش ذاتي وإن كان هذا النقد فيني يرفض هذا الدلال السلبي طب كيف الزوجة ممكن أنها توازن بين الإيجابي والسلبي؟ شوفي في حاجة اسمها ترشيد العواطف هذا التوازن انتبهي بقول لك نقطة جدا مؤسعة طبيعة نمو الزواج إذا صح التعبير أو مراحل الزواج المرحلة الأولى بالزواج هي سمونا حرارة العاطفة وإحنا نقول باللهجة المحلية الجديد حبه شو؟ حبه شو؟ حبه شديد أي جديد حتى بالسيارة إذا كانت سيارة جديدة أنا أهتم فيها كثير وبالتالي الجديد حبه شديد عندما يلتقي الزوج و الزوجة في المرحلة الأولى من مراحل حرارة العاطفة تتشوفين فيها الحالة تلقين الزوجة على طول حبيبي أنت وين؟ حبيبي أنتك وين؟ حبيبي ما أدري شوه كل دقيقة حبيبي 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 الرجل يوصل إلى مرحلة من مرحلة التشبع ما يكون لها تأثير ما يروح لها تأثير المرأة نفس الشيء تقول للرجل الله يخلي قولي كلمة حلوة أريد أن أسمع منك كل محلة أنزين حبيبتي حبيبي الرجل طبيعته طبيعة الرجل كتكوين نفسي سيكولوجي بخيل مشاعريا المرأة كريمة مشاعريا في هذه المرحلة حرارة عاطفة إذا صار الوقت مع مرور الوقت يصير نوع من التأقلم النفسي والمشاعري بين الزوج و الزوج صار تأقلم كذا في هذه المرحلة في مرحلة التأقلم يكون ننتقل من حرارة عاطفة إلى برود عاطفة البرود العاطفي هي شي طبيعي أنا إنسان متزوج أوقات لما كنت في مرحلة أقد القران وفي مرحلة مثلا بداية الزواج ما أصبر حتى لما أصلي ممكن أشوف زوجتي جدامي بالصلاة وكان يعلمون والله لما كنت أنا آكل أشوفك كأني أنا قاعد آكل هذه المرحلة التخيلات اللي صيرنا بعد مرور هذه المرحلة مرحلة البرود العاطفية سلوك طبيعي لكل البشر الآن نحن تكلمنا عن الدلال خلنا نقول النفسي العاطفي لكن في دلال مادي في بعض الزوجات يدللون أزواجهم مادياً هل هذا الشيء إيجابي أم سلبي؟ لا إيجابي بس وهل في حد ممكن بعدها يصير يفقد المسؤولية؟ طبعا 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 الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا نعم زين الرجل يحب الهدية صح حتى المرأة وحتى المرأة طبعا إيه بس هدية المرأة أغلى شوية لكن هدية الرجل أنت تتوقعين يا دكتورة الرجل تدري شو يحب من الدلال من المرأة؟ تكفيه الكلمة وتكفيه الوردة وتكفيه القلم ولو كان قيمة درهم ويكفيه المرأة ماذا يكفيها؟ لو أنا وديت لزوجتي بناسبة عيد زواجنا تفضلي هذه وردة حبنا كانت تلتحين هذه الوردة بخمس دراهم وردة حبنا؟ لا ليش بالعكس في ناس ما يرضون قال لا أنا عايزة ذهب وعايزة كذا وعايزة كذا وعايزة برانز شفتي كيف؟ وبالتالي الرجل طفل الرجل طفل هني يعتمد على ذكاء المرأة في قضية تدليلة كلمة ترفعها التوازن في كل الأمور كلمة ترفعها وكلمة شو تنزل صحيح وبالتالي دلال الرجل يجب أن يكون يقابله ذكاء امرأة ضدف نعم يعني لما قول دلال الرجل يجب أن يقابله ذكاء امرأة ذكاء في التوازن في التوازن أكيد لا بد في كل شيء طبعا ما شاء الله عليك ساد حسين كفيت الله يبارك فيك ونشكر تواجدك اليوم وأنا أشكر قناة الضفرة وأشكركم على هذا اللقاء ونتمنى إن شاء الله باللقاعة الثانية إن شاء الله وبإذن الله شكرا لك مشاهدينا خلوكم معنا في فقرة محبة وتسام أهلا فيكم من جديد أعزائي المشاهدين مدهج أن تجمع المرأة بين العلم والفن فكيف إذا حازت على لقب سفير النواية الحسنة وتمتعينها من قبل المنظمة العالمية للسلم والرعاية والإغاثة أنها رانيا شعبان العضو بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة والحاصل على عضوية المحكمة الدولية لفضل منازعات في مجال الصحة وملكية الدواء كقاضي ومستشار ولأنها مجدة فقد كانت من بين أفضل ثلاث موظفين في الدولة في أوسمة رئيس مجلس الوزراء وأفضل موظفة في برنامج الشيخ خليفة والمجلس التمييز الحكومي نرحب بالفنانة والدكتورة رانيا شعبان أهلا وسهلا فيك دكتورة معنا الله يسلمتش أهلا وسهلا فيكم واشكركم على هذه الاستضافة الحلوة دكتورة بداية نبدأ معاك من سلفي أعطينا سلفي عن نفسك دكتورة رانيا شعبان موظفة في إحدى الجهات الحكومية أكبر خواتي نحن ثلاث بنات وولدين وشو بعد؟ أكملت البطاقة الشخصية رانيا شو يعني لتش الحب في حياتك ومحبه والتسامح بعد؟ أولا الحب والتسامح أحسهم شيئين مترابطين ما تقدرين تحبين وتكونين شريرة مثلا أو ما تقدرين إذا حد يغلاط فيه تسامحينه هذا شيء نابع من داخل يعني فأحس الحب والتسامح ومجموعين في شخص أنا أجد فيه هذا أو هذه الصفات وهو أخوي صغير أحمد نعم دكتور رانيا أنت ما شاء الله اختارت سفيرة النواء الحسنة هل تعتبرين هذا الشيء هو إضافة للمرأة العربية؟ أكيد الحين المرأة العربية خلينا نتكلم بصورة عامة أو خلينا شوي نضيق النطاق المرأة الإماراتية صارت في كل المحافل في كل المناصب في كل مكان تشوفينها سفيرة شفتيها وزيرة شفتيها بطلة في الرياضة وفي الرياضات يعني خلنا نقول صعبة جدا يعني صار عندنا في بطلة في الكاراتي في الجودو في المصارعة يعني عندنا ما شاء الله أسامي للمرأة الإماراتية ومثلت الدولة في الخارج صار فسفيرة الفاتيكان يعني مرأة عندش الوزراء الجدد والقبل بعد يعني لهم أسماءهم طبعا فأصبح اسم المرأة الإماراتية محفور في كل مكان ويتحدث عنه العالم يعني صحيح هل هذا اللقب زاد على مسؤولياتك؟ أكيد هو شوفي هو تشريف وتكليف بنفس الوقت يعني اختياري على فكرة تم اختياري أنا وأريام كأول شقيقتين في العالم فهذا شيء يشرفنا نحن نحمل لقب سفيرات إماراتيات على مستوى العالم صحيح ثاني شيء مجرد أن تشتحملين هاللقب هو مسؤولية صحيح طبعا يعني مسؤولية أولا محلية مسؤولية دولية أنت قاعدة تمثلين الدولة خارج الدولة في محافل خيرية إنسانية تخدم البشرية أجمع من خلال طبعا تقديم مساعدات من خلال تقديم أو تبني قضايا معينة يعني هو صراحة مسؤولية وكبيرة بعد صحيح إن شاء الله نكون قدها يعني إن شاء الله وذكرت بأن في أنت بعض الأمور الإنسانية أو الكثير من الأعمال التطوعية والإنسانية اللي قمت فيها مثل شو ديك تارا كان في حملة تراحموا مولة الشيخ خليفة الله يطول بعمرة أيام لما كانت موجة البرد على الدول بلاد الشام وفي طبعا هي شاركنا فيها في إغاثة أطفال غزة شاركنا فيها بعد في حملة مستشفى سبعة وخمسين ثلاثة سبعة وخمسين لمرض السرطان بعد عندنا فيها فعالية إن شاء الله شاركنا في كانت حملة بين مجلة سيدتي وسكاي نيوز وكان فيها فكرتها كانت جدا حلوة الأطفال هم اللي يطلبون شو يريدون ومن مين يريدون هالشي حلو يعني حملات كثيرة شاركنا فيها ومشاركات إنسانية جميل اليوم العالمي للأو كان اسمها بطل الإنسانية كانت رعيتها مدينة الشيخ محمد بن راشد الإنسانية نعم وايد وايد مشاركات طيب دكتورة تشعرين بأن هذا الشيء غير من مجريات حياتك؟ ايه أكيد أكيد تعرفين أولا لما تكونين موظفة في مكان ومش أي موظفة يعني موظفة تحملين ألقاب وتحملين شهادات تكريم ويعني شوية كان فيها صعوبة ولكن كنت أحاول أن أدمج كل شيء بروحها يعني شغلي له وقت النشاطات الاجتماعية له وقت بالإضافة للنشاطات الفنية أيضا له وقت صحيح هل ألتعتبري هذا من الصعوبات التي توجهها المرأة أو من التحديات؟ هل وجهت أي تحديات؟ نقدر نقول عليها تحديات هي مش صعوبات أبدا تحديات خلينا نقول عليها تحديات لأن مهما كان أنت تبغين هالشيء وانت لي تسعين لي هالشيء وانت لي تجدين وتجتهدي حتى تكوني أو يكون لك بصمة في المجتمع أو في العالم أو في يعني أي شيء انت لي تسعين فليش نسميها صعوبات؟ خلنا نسميها تحديات أنا بالفعل واجهت تحديات كثير مجتمعنا بالأول ما كان يمكن يتقبل نقدر نقول أن المرأة تطلع مثلا في التليفزيون أو بإيفنتات معينة أو في مشاركات محددة وكانت محدودة لنا بعض الفعاليات ولكن حاليا الحمد لله يعني القيادة الرشيدة طبعا وعلى رأسها أم الإمارات الشيخة فاطمة ما قصرت ويانا مع الفتاة الإماراتية في أي شيء صرت تشوفيها في التليفزيون عادي تشوفينا في الجرائد والمجلات عادي في إيفنتات كثير عادي والموضوع يعني الحمد لله نحاول نثبت نفسنا بقدر المستطاع في خدمة الدولة أكيد هل تعتقدين بأن الغناء ممكن يوصل رسالة حب وتسامح للعالم والمجتمع؟ أكيد أكيد أنا قلتش إذا رحتي في أي دولة ما تعرفين لغتها بتواجهين صعوبة في التعامل مع الناس لكن إذا عطيتهم لغة الموسيقى اللي هي النوتة الموسيقية كل العالم على وجه الكرة الأرضية يقرون النوتة الموسيقية ما في حد يعني خلينا نتكلم في الناحية الموسيقية يعني ما في حد موسيقي ما يعرفي جران نوتة الموسيقية أبدا هي لغة وحدة صحيح وطبعا أم كلثوم كوكب الشرق وحدث العالم العربي بصوتها الموسيقى ممكن أن واحد فيها العالم كله صحيح وبعدين في شي بعد يعني حتى يعني الأحداث اللي صايرة حاليا في اليمن أو في أي بلد من بلدان الوطن العربي إذا الشخص العادي يسمع أغنية وطنية رح تحسين أنه يعني يعني كل كل مشاعره وأحاسيسة تتجاه تتجاه وطني تماما فهي تختلف وتحصلين البيت متوحد يعني حتى هنا في دولة الإمارات أي أن كان اللي يصير تحسين البيت متوحد من أغنية من قصيدة من شو أقول لك يعني في أغاني ما شاء الله طلعت كثير إذا تسمعيها بتحسين يعني شعور وطني غريب غريب جدا حتى أن الطبيعة تتحدث موسيقى طبعا في النهاية بسحب بعرف شو اهتماماتك وشو مشاريعك للمستقبل إن شاء الله أولا أنا وجدت في نفسي يمكن الجينات العائلية لعبة الدور عندي ملكة إعلامية الحمد لله عملت فترة كمنسق إعلامي في الجهة اللي أعمل فيها وطبعا أريام أختي خريجت إعلام فكأن في مثل ما قتلت الجينات لعبة الدور بحكم أو باعتبار الوالد إعلامي مخاضر في البلد يعني من زمان وأحب السفر كثير يعني أحس أن فعلا فوائد السفر يعني أشوفها فيني خاصة بعد ما درست بخارج قاعدت مدة طويلة قرب ثمان سنين تقريبا تعلمت كيف أعتمد على نفسي كيف أسترشد وأقتصد من فلوسي يعني كيف يكون في استرشاد مادي معاي كيف أقدر أسوي حساب اليوم الأسود أما بنسبة لي المشاريع المستقبلية طبعا أنا داخل في مسابقة حاليا باعتباري الحمد لله أني حزت قبل على أفضل باحثين من الشباب الإماراتيين فحاليا أنا داخل في مسابقة وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أني أفوز فيها في مشروع بعد قاعد أحضر فيه مع فريق عمل رح أسميهم فريق عمل ولكن هم يعني فريق أصدقاء الحمد لله قلبنا على بعض وإن شاء الله على عشرين عشرين يعني نحصد ثمار هالمشروع إن شاء الله وأخيرا أتمنى أتمنى أني أكون واحدة من الحاصلين على جائزة نوبل فيه يوم من الأيام طبعا دكتورانيا نتمنى لت كل التوفيق وإن شاء الله تحققين كل الأحلامة يا رب تسلمين وأشكركم واشكر قناة الضفرة والقائمين والجنود المجهولين وراء الكاميرات يعني على هالإصطفافة الحلوة شكرا 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 مشاهدي نخليكم معانا في فقرة نبط أهلا فيكم من جديد الحياة باب من أبواب المفاجآت قد نكون سائرين فيها وكل شيء على ما يرام وقد يعترض طريقنا مرض خطير ومفاجأ قد يدفعنا للعزلة أو يضعنا أمام أسئلة الحياة والتحدي كيف نكمل مشوار الحياة بثقة ضيفتنا اليوم رنين النعيمي صبية تحدث مرض السرطان الذي أصيبت به حين كانت في عمر المراهقة تلك المرحلة التي تتسم بالحساسية الشديدة فبدل أن تمضي للأحلام تذهب إلى المشافي كي تتلقى العلاج حول لحظات القلق والتعب ولحظات أخرى مشرقة رسمت ضرب حياتها أهلا وسهلا رنين معنا اليوم أهلا في الدكتورة رنين نبتدي من لحظة التحدي شو يعني لك التحدي في حياتك؟ طبعا بالبداية أنا أحب أشكركم أحب أشكر الدكتورة رسل وأشكر فريق عمل برنامج سيفي على استضافتي هنا بالنسبة للتحدي أنا يعني التحدي في المنظور الخاص هو عبارة عن درجات تختلف درجات التحدي وأسمى درجات التحدي لأن الواحد يمر في فترة أو يمر في ظرف تخليه يخليه يحس بأنه حزين أو مكسور يعني خليه بتاعد عن الحياة نعم فأكيد تتردد على مسامع كثير أن الهدف اللي أنت تحب توصل له مثلا طريقة طويل أو هدفك مستحيل قمة التحدي ناما الواحد يقوم يوقف على رجلة برغم من أن يسمع هالأشياء هذي تتردد على مسامع كثير رانين أنت يصبت بمرض السرطان وأنت عمرك 13 سنة العمر هذا صعب كيف مرأتي بهذه المرحلة وكيف أهلك تساعدوك أنت تتعدين هذه المرحلة أكيد هو نفس ما قلتي العمر صعب صعوبته تكمن بأن مثلا واحد لما يكون في العمر ما يكون عارف شو معنات مرض السرطان أصلا يعني لما سمعت الكلمة أو لما أجاني الخبر في البداية أنا ما كنت عارفة شو مرض السرطان أو شو يعني أن أنا أصاب بالنسبة لي أن الواحد إذا يقعد في المستشفى مكسما بيقعد أسبوعين وخلاص بيتعارج ويطلع الصعوبة بالنسبة لي كانت تكمن أني أنا يوم عن يوم تجيني صدمة أن مثلا في البداية أن راح تضالي سنة كاملة في المستشفى مثلا شي ثاني راح تبتعدين عن المدرسة شي ثاني مناعة راح تنخفض يعني هذه الأشياء التي تمر فكان كل يوم وقع خبر علي أصعب من اليوم من بعده وفي نفس الوقت على الأهل أكيد يعني أنت عارفين يعني لما واحد يسمع في كلمة مرض السرطان خلاصين صحي يعني كلمة مدوية نعم يصير موضوع صعب يعني فأكيد كان شي موسهل طبعا أرنين أكيد أنت أنت بتكونين في هالمرحلة سألتي نفسك عدة أسئلة شو ممكن خطر على بالك في هاكل وقت من أسئلة أكيد في هالمرحلة تسألين نفسك إنه ليش أنا قاعد يصير لي أو ليش هذا اللي قاعد يصير أو مثلا هل أنا بأكمل من بعد هذا يعني أو إنه هذي خلاص نقطة النهاية هل كانوا يقولون لك هذا الشيء مثل أن رانين ممكن تكون هذه النهاية أبدا أبدا هذا الشيء أبدا أسمعه وبالأخص من العائلة كانت جملة دائما يكررونها علي أن هذا الشيء يروح ويستطيع قصة بعد ذلك أبدا كانوا تصرفهم إيجابي معك بالضبط هو يمكن الدعم الأساسي اللي كان في الموضوع بين الوالد والوالدة والأهل بشكل عام كانت أبدا ما أسمع لهم كلمة أنه ممكن هذه النهاية أو شيء لدرجة أن نسيتنا السرطان بالنهاية ممكن يفقدني حياتي فأكيد كانت هذه الأسئلة تكرر علي أن هل أنا بكمل ابتعادي عن المدرسة عن الصديقات عن الأهل كيف ممكن أعوضها مثلا بالضبط هل تعتبرين الإيجابية في مثل هذه المواقف تساعد المريض أن يخرج من حالة المرض ويقضي على المرض؟ نعم يمكن من أكثر الأشياء اللي تساعد الواحد يطلع من المرض هل الحالة النفسية يعني في كثير ناس يقولون أن أهمشي العلاج لا يوجد مشكلة أكيد العلاج مهم لكن على طول الحالة النفسية هي مهمة طبعا كلما كان في دعم نفسي للمريض وخصوصا الأطفال أنا دائما أركز وأحس بكثير يعني لأي درجة مهمة موضوع أن الطفل تكون نفسيته مرتاحة هو في هذا المرض صحيح فأكيد النفسية مهمة تميتي سنة كاملة أنت في المستشفى نفسي ما قلتي المدرسة كيف أنت؟ هل عوزتها؟ هل كنت تدرسين في المستشفى؟ يعني كيف كان تصرفت خلال هالفترة؟ من أصعب المراحل أنا مدرستي كان من قبل ما يصير ما أصاب المرض كان علي التعلق شديد في المدرسة كانت مدرسة من أشياء مهمة لدي فموضوع أن أنا أبتعد عن المدرسة كان لا مستحيل أنا أبتعد عن المدرسة أنا أبتعد عن المدرسة أبتعد عن المدرسة فتقريباً سنة كاملة سنة دراسية كاملة كملت كنت تقريباً صف سابع اللي هو أول عدادي كانوا معلماتي الله يذكرهم في الخير الله يحفظهم كانوا يبعثون الملخصات للمستشفى أثم بعد تصرف إيجابي منهم؟ أكيد من معلمات ومن الوالدة الوالدة كانت أكثر شيء تساعدني بهذا الموضوع مثل ما يقول كانت تعصر بارتقال عشان تحصل على آخر قطرة كنت أفتح عيني من العلاج أخذ الكتب أذاكر لما أحس نفسي تعبت أرد أرقد مرة ثانية طبعاً أكيد ما أقدر أحضر المدرسة يومياً بس اللي كنت أساويه وقت الامتحانات كنت أنزل أمتحن في المدرسة طبعاً في لجنة خاصة لازم بعد ما يدخلون الطلاب للامتحان أنا أدخل أمتحن وقبل ما يطلعون أنا أكون طلعت وبهالطريق خلصت خلصت السنة الدراسية الحمد لله بإمتياز حلو وبعد كم الفترة الزمنية تعالجت خلاص من المرض وتخلصت منه العلاج أخذ سنة كاملة سنة سنة كاملة وكانت خلال السنة في عملية ومن بعد العملية ستة شهور وبعدين خلاص تقريباً سنة كاملة كان كل شيء تموت وحالياً شو الهوايات التي تمرسيها حالياً أنا أصلاً مش حالياً أنا من قبل ما يصير فيني المرض أصلاً أنا تم اكتشاف المرض فيني إنما كنت ألعب كرة سلة وانضربت على إيدي فصار شيء غريب تفاعلات يعني مش تفاعلات وإنما كيف يقولون أن أعراض جانبية غريبة صارت فأعرفوا أن فيني مرض فأنا أصلاً هواياتي سبورت رياضة أنا أحب ألعب رياضة كثير نعم والهواية الثانية هي القراءة أنا أحب أقرأ أقرأ في التنمية البشرية أقرأ في الإيجابية في أمور الطاقة في هذه الأشياء أرانين تشعرين له أن أنت ممرتي في هذه التجربة في حياتك أو ماذا ضافت لك هذه التجربة في حياتك أصلاً؟ ما ضافت لك على شخصيتك وعلى تفكيرك عندي؟ هذه التجربة في البداية أنا كنت أنكر التجربة يعني في البداية كنت أقول أن خلاص هذا شيء صار وبنسا وما بفكر بي بس لما بديت أتعرف على نفسي أكثر لما بديت تقدير الذات أكثر صرت أحس أن تجربة بالعكس شيء ضيف لي يعني صرت أفتخر فيها وفوكل هذا صرت أحس أن يمكن الله أعطاني هذه الرسالة وهذه التجربة عشان أكون سبب يساعد الناس أو سبب يعطي رسالة للعالم فصارت تقريبا هذه نوعا ما رسالتي لكي أقول للناس أن ما حدث في الحياة ممكن واحد يرجع يوقف مرة ثانية صحيح وشاركت في مسابقة لأنني لا أفعلها صحيح وكنت من العشرة الفائزين فيها صحيح أنا لم أفزت في المسابقة حسنا ما كانت هي عبارة مسابقة أطلقتها أحد النوادي الرياضية وكانت هي عبارة عن أن كل واحد يذكر قصته أن كيف يشترك في هذا النوادي وأن ما المصاعب التي تحداها عشان يوصل لهو يباء أو يشترك في هذا النوادي فبالنسبة لي كان هذا شيء صعب أني أنا أنشر قصتي للعالم يعني كانت هذه أول خطوة أنت صمعت رفتي فيها في الأول كيف أنشرها؟ في البداية كنت ناكرا لكن عندما بدأت أنا أرتاح للعالم فقلت أن أوكي أتجرب وليس كانت في بالي أي شيء أنا كنت أتجرب كتبت القصة وفي النهاية كتبت لهم أني أنا مش هدفي أني أفوز أنا هدفي أني أنشر قصتي للعالم فمن بعد كان مسموع تصلوا فيني وقالوا لي أنت من القصص الملهمة اختاروا عشر قصص ملهمة وقالوا لي أن ونحن نحن نصور معاك ونصور معاك فيديو فتم التصوير وانتشرت الفيديو في كل مكان وفي الفيتنس بيرث وفي هذه الأشياء حسنا ومتى تخرجتي وماذا درستي أصلا؟ أنا تخرج في سنة 2015 من جامعة الشارجة بكالورياس عالمجتمع واللي خلاني أنا أختارها التخصص هو الخدمة الاجتماعية اللي أنا ممكن يعني اختبرتها أو حسيت فيها لما كنت في المستشفى كنت مريضة كانت كان قسم الخدمة الاجتماعية أكثر قسم يوقف معاك طبعا فكنت أنا أحب الجانب النفسي وأحب الجانب الاجتماعي فلما دخلت في علم الاجتماعي تقرب من هذا الموضوع أكثر حلو وأخيراً رنين حاب نعرشوه مشاريع المستقبلية أو شو حاب أنت تسوين في المستقبل أول شيء حالياً في بالي أن أكمل مستر في نفس تخصصي في الخدمة الاجتماعية الشيء اللي أنا حالياً أحب أنظم له وهي أنظم لجمعية أطفال السرطان أو جمعية أصدقاء أطفال السرطان وبالأخص بجانب الدعم النفسي لأن هذا الشيء أنا أحبه وأحس أني بكون مبدعة فيه كثيراً إن شاء الله طبعاً رنين أنت مثال للإنسان الشاب الطموحة اللي هي واجهة التحدي بكل إيجابية أتمنى لك كل التوفيق رنين شكراً دكتورة تسلمين شكراً لك تختلف طباع البشر من شخص لآخر ولأنهم أولادنا فنحن علينا أن نتحملهم ونوجههم إلى الطريق الصحيح مشاهدين قبل أن أودعكم أذكركم تتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك وإنستجرام وغوجل الظهر أمامكم على الشانشة ترايونا مع الجديد دائماً ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة